اجتمع غبطة بطرياركي المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث مع كافة رؤساء وعضاء هيئات المحاكم الكنسية التابعة لبطرياركية الروم الأرثوذكس بحضور رئيس محكمة الاستئناف سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس والفريق القانوني للبطرياركية وقد ناقش المجتمعون كافة الأمور المتعلقة بقانون العائلة المسيحية الذي تم إقراره من قبل المجمع المقدس للبطرياركية ودخل حيز التنفيذ في كافة المحاكم الكنسية منذ الأول من شهر آذار الماضي لواكب تطورات العصر وحماية الأسرة المسيحية وتماسكها